أشار رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر تمتلك حالياً ذخيرة من المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والمصانع المتخصصة والتي يمكنها إحداث الفارق في مشروعات مختلفة في القطاعات الخدمية والتنموية في الدول الشقيقة وأضف مدبولي أن مصر تنفذ مشروعات عملاقة في الدول الإفريقية والعربية يأتي منها مشروع سد جوليس نيريري على نحر الروفيجي في تانزانيا والذي يحظى بمتابعة حسيسة من سيد رئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق حلم التنمية للأشقاء في تانزانيا تمتلك مصر حالياً ذخيرة من المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والمصانع المتخصصة والتي يمكنها إحداث الفارق في المشروعات المختلفة في القطاعات الخدمية والتنموية في الدول الشقيقة ولها بالفعل سفراء فوق العادة ينفذون مشروعات عملاقة في الدول الأفريقية والعربية يأتي منها مشروع سد الرئيس جوليس نيريري على نحر الروفيجي في تانزانيا وهو المشروع الذي يحظى بمتابعة حثيثة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق حلم الأشقاء في تانزانيا في التنمية كما تنفذ شركاتنا الكبرى ومنها شركات حكومية وأخرى تابعة للقطاع الخاص مشروعات متعددة في دولنا الأفريقية والعربية ومن هنا تأتي أهمية هذا الملتقة الذي يضم نخبة من كبار المسؤولين والخبراء ليلقي الدوء على ما تحتاجه دولنا الأفريقية والعربية من مشروعات وما تملكه شركاتنا من إمكانات وقدرات يمكننا من مشاركتها لتحقيقة محاط شبع بنا في التنمية والرخاء